لا حديث في العاصمة المالية باماكو سوى عن الهجوم الإجرامي الذي أودع بحياة صائقين مغربيين وإصابة ثالث بجروح الحادث أرخى بذلاله على نفسية الماليين والصائقين المهنيين المغاربة هذا مؤصف حقا الآن نشعر بالخوف نشعر أننا لن نشتغل بأمان كما كان الوضع سابقا أصبحت حركتنا مقيدة بالفعل الأمور باتت معقدة غير أن تابعات الهجوم تجاوزت الجانب النفسي للمهنيين بعدما عرف تأمين الأسواق المالية اضطرابا ملموسا على مستوى السلع كما هو الشأن هنا في سوق سقون كورا وسط العاصمة المالية باماكو نبيع هنا سلعا قادمة من المغرب إذا أصبحنا محرومين من هذه المواد بسبب غياب الأمن فهذا لن يكون في صالحنا المغرب يزودنا بالسلع لكن الهجوم خلف شعورا بالخوف وسط السائقين وبالتالي سنقدم سلعا منتهية الصلاحية وهذا سيدرنا كثيرا ونتمنى أن تعود الأمور إلى عهدها السابق من جهتها نشرت وزارة الخارجية المالية بيانا عبرت من خلاله عن عميق أسفها وعن تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق عقب حادث ديني